هنروح ليه فريق الكرة الطائرة ورجال الكرة الطائرة واللعب داخل البطولة العربية قبل ما اقول النتائج والقصة دي كلها لكن لازم نعذر ولادنا في الكرة الطائرة لعبين كم مباريات مع منتخب مصر وأكيد عمرهم ما يقدر يتأخره عن منتخب مصر لكن فعلا الكم كبير على أي لعب ان هو يقدر يلعب تقريبا لعبين ربعين خمسين مباريات وقتنا هذا ولسه مستمرين بنتبنى لهم التوفيق لأن فريق من دهب فريق أمتع نادر آلي كثيرا والنهاردة بيوصل لانهاء البطولة العربية رجال الكرة الطائرة في نادر آلي فعلا رجال بقيادة الكابتن ميدو مسلحي ما شاء الله عليهم كسبوا الاهلي البحريني بنتيجة تلاتة اتنين مباراة صعبة جدا مباراة ما كانتش سهلة الأشواط تبادلت واحد هنا وواحد هنا الغاتب موصلنا للجيم الأخير بنتائج أشواط خمسة وعشرين تلاتة وعشرين للنادي الأهلي الشوط التاني واحد وعشرين خمسة وعشرين لأهلي البحريني ويرجع التاني للنادي الأهلي عشان يجيب للشوط التالت خمسة وعشرين تمنتاشر والأهلي البحريني بيتعادل مرة اخرى بسبعة وعشرين خمسة وعشرين لكن النادي الأهلي بيخلص المباراة بنتيجة خمستاشر عشرة في آخر شوط في اللقاء وأكيد رجالتنا عنده حصد ظن الجميع وظن الجمهور وأكيد النادي الأهلي ان شاء الله حط رجله داخل نهائي البطولة العربية بكده ان شاء الله ليه فرصة كبيرة عشان يعادل رقم حامل اللقب نادي السفاقسي التنسي سبع القابة عربية النادي الأهلي ستة بإذن الله يكون اللقب بنصيب اللعبة النادي الأهلي لكن خلينا نبص ونشوف النادي الأهلي ومشوار النادي الأهلي في هذه البطولة لغاية ما وصل للمباراة النهائية أكيد كان مشوار صعب ومشوار بدأ بمجموعة وأكيد زي ما احنا شايفين قدامنا بدأ بأول مباراة في النادي الأهلي بدأ بالمجموعة التالتة مع نادي صيب العماني وفاز بنتيجة أشواط 3-1 بشوت أول 25-21 الشوت الثاني 25-17 والشوت الثالث نادي صيب العماني بيفوز بـ 25-22 ليرجع يتقلق مرة أخرى نجوم لعيبة النادي الأهلي بينهوم المباراة بنتيجة 25-16 3-1 في المباراة الثانية الأهلي بيلعب أسانيا اللي بيفوز بنتيجة 3-0 بنتيجة أشواط 25-15 و 25-16 و 25-16 بيروح للمباراة الأخيرة مع خبير اليمني بنتيجة 3-0 25-22 و 25-13 و 25-18 بيصعد مع النادي الأهلي إلى الدور التاني نادي صيب العماني بيلعبه مرة تانية ويفوز عليه بنتيجة 3-2 25 عادي يتأكل من نادي صيب العماني لأن نادي صيب العماني كان موجود معنا في المجموعة أكيد مش بيلعب في دور التمانية نادي صيب العماني 25-20 و 25-27 25-17 و 24-26 16-14 وكان بيلعب نادي السلام العماني مش نادي صيب العماني والنهاردة بيفوز وتقلق ويفوز على نادي الأهلي البحريني وبيوصل إلى الدور النهائي للبطولة ومنتظرين مباراة الزمالك وكاسمة اللي يكسب يقابل النادي الأهلي بإذن الله كل أمناتنا الطيبة لفريق النادي الأهلي لكرة طائرة الرجال بالتوفيق في هذه البطولة